الفيديو ده هعرفك ازاي تفرز الطماطم وتاخدي نتيجة هيلة وممتازة حتى لو جايب القوطة بش حمرة ولو جايب القوطة عال فرزة وحلوة جدا هديك كمناك هتخليها حلوة جدا وحمرة معاك وكمان لو جايب عشر تقفاص طماطم هتفرزها بسرعة تسترخ من غير تعب ولا مجهود والنتيجة هيلة وممتازة اول حاجة سعر الطماطم لأيام دي حلوة جدا حلوة جدا كمان تملي بيتك كده والفرزة بتاعك بالخير والبركة وكمان تنفعك في رمضان كل سنة وانتو طيبين وربنا يبلغنا رمضان جبت الطماطم وحطتها في المية ونزلت عليها معلقتين من الخل وبعد كده شلت الامع الاخضر اللي فيها والحطة الخضر في الطماطم ومسكتها وغسلتها تاني خليتها زي الفل وبعد كده حطتها في الحلق ورفعتها على النار بالشكل ده ومن غير مية خالص هي يا بصي بتنزل ميتها الوحدية تعالي كمان هقولك ازاي تخلي حاجة طعمها حلو معاك حطت لها كده قرنين فلفل لو عندك احمر كمان حلو لو عندك الاخضر ان كان عندك الاخضر بس برضو هيديني الطعم حلو قوي ونزلت عليها ببنجرية كده بتعزز لون الطماطم يبديها طعم مميز وحلوة جدا تبقى الطماطم عندك حلوة وتعزز لونها وما تغطيش الحلة سيبيها كده عاليان عشان بص كل المية الزيادة بتتبخر وتنقص من الحلة وبعد القوطة مستوت وتهارت معايا تماما اضرابيها بالخلط اليادة ولو ما عندكيش اضرابيها في الخلط بس بعد ما تهدى شوية علشان الخلط بتاعك ما يبص وبعد كده بتصفيها هتاخدي بقى النتيجة الهيلة دي تعالوا بقى كمان نعزز لونها وطعمها كمان حطت لها كده معلقة من السكر ومعلقتين من البابركة بتعزز لونها جدا والسكر هنا بيبقى مدى حفظة وكمان بتاعدل حموط الطماطم وبتشيل الزيادة بتاع القوطة يعني السكر هنا مفيق جدا واسبيها بقى كده تاخد لها كم غلوة عن نار كده تاخد وتدي كده في الحلة معاك بالشكل ده بص اصلا شكلها بقى تحفة سبتها بقى لما بردت تماما بص بقى الطماطم بقت عاملة زي دلوقتي بعد ما بردت تقيلة وحلوة جدا بص اللون بتاعها حمرة جدا وبص الطريقة دي سهلة جدا ولو قدامك كمية من القوطة او الطماطم او يقفز كبيرة كتير انت جايباها والله هتفرزيها بسرعة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص وكمان شايفة اللون بتاعها حلوة قوي ابدأ بقى دلوقتي كده هاتي كياس التلاجة وابدأ يفض الكمية اللي انت عايزها على قد الطبخة بتاحتك وبعد كده ساوي الكيس بالشكل ده الطريقة دي حلوة جدا عشان ما تاخدش منك مكان في الفريزر بالشكل ده يعني التطبيقه دي بتبقى حلوة او انا ما اعتمدها ببتاخدش مني مكان في الفريزر عشان اوسع لحاجات غيرها التفرزات الطماطم او البندولة دي بتبقى من الحاجات الاساسيات يعني من اهم التفرزات هي الطماطم اولا مجنونة يقوطة بيطلع دايما في اي وقت تلاقي سعرها غالي جدا يبقى انت عندك الطماطم جي عليك رمضان وانت ساوي مش قادرة تقفق عندك الطماطم حطي على الطبخة بتاحتك وتبقى جاهزة جدا رحتي من شوارة الزناتي يبقى عندك الطماطم وبالفهانا ترجمة نانسي قنقر